ما هو الوقت الأفضل في ختم القرآن؟ جمهور السلف على أن الأفضل والذي يزموه عملياً هو أن يختم كل أسبوع وهذا سهل لمن وفقه الله صلى الله عليه وسلم يبلغنا وياكم هذه القدرة وأضعف الإيمان شهر وبعضهم أبلغها إلى أربعين والقرطبي يقول والأربعون هذه ختمة العاجزين أو شيء من هذا القبيل اللهم استعاناً لو يشوف بعض الأحوالنا اليوم وبعض أحوال الناس اليوم لا يختم إلا من رمضان إلى رمضان بحجة ماذا؟ والله مشغول لا إله إلا الله أي شغل هذا الذي يصرفك عن قراءة كلام الله عز وجل وختمه ولو مر في الشهر؟ أتدرون كم يأخذ منكم الجزء أيها الإخوة؟ لا يتجاوز للقراءة المعتادة ثلث ساعة عشرين دقيقة اليوم فيه ألف وأربعمائة وأربعين دقيقة تعجز أنك تجد عشرين دقيقة تقرأ فيها؟ بعض الأن تقول مشغول 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 إلى متى؟ أنت خلقت عبد للدنيا؟ يا أخي إملى صحيفتك الأخروية والله ثم والله إن الرزق الذي تركض له هو بيد من أنزل هذا الكتاب هو بيد من تناجيه وتقرأ كلامه فلا تطغى عليه كذا كلنا نسعى في الأرض ونجتهد ونطلب الرزق وهذا مطلوب لكن لا نكون عبيدا للدنيا وتلهينا إلى القدر الذي يمضي على أحدنا شهر كامل لا يختم فيه كتاب الله عز وجل والمسألة يا إخوة هو الله ثم والله إنها يسير على من يساره الله عز وجل عليه لكن تحتاج إلى همة وتعود ثم خلاص يصبح الأمر إدمان بمعنى أنك تشعر أن اليوم الذي مر ولم تقرأ فيه شيء من كتاب الله أنه يوم أغبر في حقك يوم يظلم فيه قلبك